السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد النهاردة كنت حابة أتكلم شوية عن موضوع مهم قوي بس في كتير جدا مننا بيغفل عنه اللي هو فايدة الصبر يا جماع عند الصدمة الأولى كتير مننا في الحياة بيتعرض لصدمات قاسية وعنيفة بيتعرض لأزمات شديدة وأخص هنا بالموضوع ده اللي هو فقد الناس اللي ممكن يكونوا في حياتك لهم مكانة ومش هنشوفهم تاني بمعنى آخر ممكن أسمي الصدمة هنا يقصد بيها المصيبة اللي هي مصيبة الموت أو مصيبة الفقد أنا صراحة النهاردة حبيت أتكلم شوية كلام مختصر كده ومن خلال تجربة شخصية حبيت أفيد الناس كتير قوي وأنبههم للحاجة دي اللي ممكن يكون البعض غافل عنها الصبر عند الصدمة الأولى يا جماعة ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أتذكر فيما معناه من هذا الحديث أنه كان في سيدة الرسول صلى الله عليه وسلم شافها بتبكي وبتنتحب عند المقابر فالرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيوسيها أو بيحاول يخفف عنها زي ما إحنا بنقول كده بيحاول ولا تصبري يعني وما ينفعش تعملي كده فطبعا هي قالت له إليك عني يعني روح بعيد عني مش عايزة حد يكلمني يعني في اللحظة دي فبعدين لما قال لها الكلام ده فراحت تذكرت بقى وبدأت يعني تصبر فقال لها لأ إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني وتحديدا وهقول لكم يا جماعة ليه بالذات النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخص بالذكر الصدمة الأولى دي شمعنا يعني ما أنا ممكن بعد ما فوق أرجع بقى أصبر وأحتسب وأقول اللهم لك الحمد والشكر على ما قضيت وكده يعني لكن لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إنما الصبر عند الصدمة يعني أول ما تصعق في الخبر اللي هيجي لك الصبر هو ده هو في اللحظات الأولى طيب إحنا عرفنا يعني تأويل الموضوع ده إنه ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكون أنا مش متذكرة الحديث لكن تقدروا ترجعوله وحديث معروف ومصحح طيب أحكي لكم الموقف اللي أنا مريت به شخصيا وعرفت في هذا الموقف يعني إيه معنى كلمة الصبر عند الصدمة الأولى وليه بالذات الصبر يعني بيشترطه في الصدمة الأولى دي ليه بالذات مش بعد ما الواحد بقى يستوعب ويبدأ يفوق لا أولا يا جماعة أنا مريت بالموقف إنه أنا كان ربنا حيرزقني بطفل وهذا الطفل يعني كنت بتعب جدا في الحمل وطبعا مرت الأيام والواحد يعني متحمل عشان خاطر هيشوف الطفل وفي يعني قبل موعد ولادة الطفل ده بيتولد في الشهر التاسع قبل موعد ولادة الطفل ده الدكتور قال لي إنه النبض توقف وإنه ما فيش نبض في الجنين وإنه هيتولد طبيعي زيه زي أي طفل طبيعي ولكنه متوفي الموعد ده كان يعني الكلام ده حصل قبل ولادة الطفل بيمكن خمس أيام أو يعني قبل موعد الولادة المحددة توفى الطفل ده بخمس أيام أو ست أيام خمسة تقريبا يعني طيب أنا لما سمعت الكلام ده من الدكتور الدكتور بنفسه قال لي قولي الحمد لله طبعا أنا يعني كنت يعني لسواني معدودة كده يعني حاستي إن أنا مش مصدقة هذا الكلام ولكن ولكن قلت الحمد لله لا أمكر إن أنا كنت بعيات وببكي ولكن برضو ما كنتش نسية كلمة الحمد لله يعني كنت من جواي يعني مسلمة لله بالقضاء والقدر ويعني الحمد لله ما كنتش بقول غير كده الحمد لله طبعا بعد ما ولدت هذا الطفل وتم دفنه عرفت يعني أنا من جواي شعرت بإني ربنا سبحانه وتعالى يعني عارفين لما يغسل قلبك بالماء الثلج والبرد هو ده الإحساس لأنه يا جماعة قضاء الله نافذ سواء بيك أو من غيرك سواء إنت رضيت أو لم ترضى ربنا سبحانه وتعالى أمره هيكون يعني سواء إحنا رضينا باللي ربنا سبحانه وتعالى جايبه ده أو ما رضيناش باللي ربنا جايبه ده فهو ربنا سبحانه وتعالى أمره نافذ ما فيش كلام الفرق فيك أنت كبني آدم إن رضيت وسلمت بقضاء الله وأنت صابر ومحتسب وراضي مش بس خلاصي أنا أنا مسلم وقلبي من جواب صاخط لا أنا قلبا وعقلا وفكرا مسلم بقضاء الله وراضي كمان والله مالك الحمد والشكر على ما قضيت ده أفيد لك لأن ربنا سبحانه وتعالى هيلطف وهيحنن على قلبك هتعدي يا جماعة المصيبة كأنها يعني ربنا سبحانه وتعالى هيلطف بك وهتعدي المصيبة كما يعني كما أنه أنت يعني بتسمع خبر عن شخص آخر لا تعرفه أصلا كأنك بتسمع خبر عادي ما يهمكش في أي حاجة أما إن جزعت وفي ناس طبعا إحنا عارفين أنه لما بيسمع الصدمة يعني بيتشال ويتحط ويتشقلب ويسخط على قضاء الله وليه كده يا رب ومش عارف إيه وهكذا نعوذ بالله وإياكم من أن نحن نكون من الناس دي الناس دي ما بتضرش غير نفسها يعني الناس دي ربنا سبحانه وتعالى في كلا الأحوال زي ما قلنا وأسلفنا بالذكر أنه ربنا سبحانه وتعالى في كلا الأحوال قضاء ونافذ لكن الفرق فايدة لك أنت لا تغفلها قلنا الفايدة لو أنت صبرت وربطت على قلبك ولو ما صبرتش ربنا سبحانه وتعالى بيتركك بقى أنت مع نفسك منما تروء بقى بلغتنا إحنا منما تروء بقى أنت ونفسك منما تطيب بقى نفسك وتنسى الموضوع براحتك نسيت نسيت منزيتش منزيتش أنت حر ربنا سبحانه وتعالى بينزع لطفه وصبره من قلبك يفضل قلبك بقى يتألم ويحزن وإحنا عارفين أن في ناس تقعد بالسنين تعاني ومش قادرة تنسى ومش قادرة تصبر وتعترض على قضاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيتركها لنفسها يعني بينزع لطفه ورحمته من الناس دي وبيسيبهم بقى رضيته ومرضتوش زي ما إحنا بنقول في المثل العامي اخبط دماغك فأدخن حيطا فيا جماعة الخير الهدف من أن الصبر يكون عند الصدمة الأولى أن ربنا سبحانه وتعالى بيلطف بيك لطف لا تتخيله بيمسح على قلب والله يا جماعة من دون أي مبلغة ربنا سبحانه وتعالى لا يبتليكم ربنا ما يبتلكمش يعني في أي عزيز على قلبكم لكن يعني لو اختبرتوا في هذا الموضوع جربوا الصبر عند الصدمة الأولى تصبروا وربنا سبحانه وتعالى هيمسح على قلبك مسحة يعني وهيصبر عقلك وهيصبر وجدانك وتفكيرك وكل مشاعرك هيصبرها ربنا سبحانه وتعالى ويمسح على قلبك وكأن شيئا لم يكن وكأن ما فيش أي شيء حصل إنما هو يعني أمر عارض حصل وخلاص ربنا سبحانه وتعالى هيلهمك الصبر ومش بس هيلهمك الصبر ده كمان هيلطف المصيبة عليك تخيلوا هيلطف من شدة وقع المصيبة في قلبك بدل ما تحفر في قلبك المصيبة وتسيب ندوب وعلامات لا دي هتبقى هيينة ليينة وخفيفة جدا كأنها زي ما بقول لكم خبر لحد أنت ما تعرفوش أو كأنه شيء يعني مش هيأثر فيك قوي خبر يعني مش هو قوي أما لو اعترضت على حكمة الله وجزعت هتشوف طبعاً اللي عمرك ما شفته تحس نار أيداً بتحرق فيك وبتعود أنت توجع في نفسك وفي قلبك كأنه يعني كأنه أنت بتحرق نفسك بالنار وبتزود هموم وآلام على جسمك وعلى قلبك وعلى تفكيرك ومش هتشفى هتفضل تعاني من الألم ده طول عمرك لأنه ربنا بيسيبك أنت ونفسك بقى على بل ما تتقبل بقى قضاء الله فالصبر عند الصدمة الأولى الفوائد بتاعته أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيمسح على قلبك ثاني حاجة أن ربنا سبحانه وتعالى بيهون المصيبة عليك يعني لأقصى درجة أنت لا تتخيلها هتبقى يعني ذكرى وكمان ممكن لما تتذكرها يعني ما تحزنش أصلاً ثالث حاجة ربنا سبحانه وتعالى هيديك الإحساس أنه خلاص حاجة حاجة ربنا قضاها ولله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عند الله بمقدار هتحس بسلام نفسي وراحة نفسية يعني على المدى البعيد حتى لما تتذكروا هذا الشيء مرة أخرى هتحس بسلام نفسي وراحة لا توصف لما يعاد ذكر هذا الموضوع تاني أو تتجدد الذكر مرة تاني مش هتحس أنه فيه ندبة في قلبك أو وخزة في قلبك بالعكس الموضوع هيبقى بسيط جداً وعادي وسهل تذكره يعني هتبقى مجرد ذكرى 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 فقط ذكرى تمر في العقل فقط وليس في القلب والمشاعر ويبدأ الجسم يتغير يحزن لأن الحزن ده لما بييجي الحزن لما بييجي يعني بعد صدمة وهكذا بيسيب تأثير شديد في البني آدم مش بيمر مرور الكرام بيصير تأثير شديد جداً في البني آدم بيخليه يعني بيتغير البني آدم الكيميا بتاعت جسمه وعقله بتتغير ويبقى صاخط على الحياة ويبقى صاخط على اللي حواليه ويبقى عصبي بيبقى متنرفز بيبقى ويبقاش متحمل أي شيء ومتقبل أي شيء طب وليه وليه يا جماعة الخير نرجع إلى دينا ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب ونحتسب كل مصيبة بتمر بينا أجر وثواب الفايدة التالتة رباس طبعاً يعني بخلاف اللي احنا قلناه كله الفايدة الأخيرة واللي هي ممكن تكون أثقل في الميزان بتاعها من اللي فاته هي الأجر والثواب يا سلام تخيل لما ربانا سبحانه وتعالى يعني يستحي من العبد لأنه العبد صبر على المصيبة بحسن نية وبحسن قلبه لأنه مسلم بقضاء الله طبعاً يعني أنا مش هكلمكم عن الثواب وعن الأجر اللي ربانا سبحانه وتعالى هيكتبوها على البني آدم اللي بيصبر وبيحتسب طبعاً دي أنتوا تقدروا تشوفوها على الجوجل وعلى اليوتيوب وعلى كل حاجة يعني كفاية قوي 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 يعني ما أعتقدش أني في حد يتمنى أكتر من كده أن ربانا سبحانه وتعالى ينزل برداً وسلاماً ويخسل بالصبر والسلوان القلب المجروح وكمان يديله حسنات يا ده أنت كريم قوي يا رب فأرجوكم يا جماعة نصيحة خالصة لوجه الله اللي يمر بصدمة يدرب عقله يدرب عقله كده أني لو مرت بي أي صدمة أنا هصبر هصبر حتى لو كان يعني في حتى لو ابتليت في أعز الناس إلى قلبي هصبر لإني أنا وهم وأي مخلوق في الدنيا ما إلا ما إلا الأمانات في جسد يعني الروح ما هي إلا أمانة في الجسد ربنا سبحانه وتعالى مودع هذه الأمانة في ذلك الجسد أي أن كان هذا الجسد أبوك أخوك ابنك أمك أختك أي أن كان هذا الجسد ربنا سبحانه وتعالى أولى أحق أن يسترد أمانته في الوقت اللي هو عايزه فلا نتصرف مع الله بحماقة يعني أنت دلوقتي لو شخص جه واستودعك على أمان قال لك خلي الحاجة دي عندك أنا مسافر وهرجع تمام الشخص ده ساب الأمانة عندك لمدة 80 عاما أو 20 عاما أو 10 أعوام أو حتى 5 أو حتى 30 يعني أي أن كان عدد السنين اللي سابها عندك وبعدين يرجع وقال لك الديهاني هتقول له لا والله انت سبتها فترة ما ينفعش تكتخذها انت سبتها 80 سنة ليجا يتخذها بعد 80 سنة سبتها 20 طب يديني فرصة استمتع بها أكتر لا بتعطي هالو وانت يعني ما لكش حيلة فبالك لما تكون هذه روح يعني ليس لنا أمر ولا حيلة فيها لكن لينا حيلة في أنفسنا أن احنا نصبر وأن احنا نحتسب وأن احنا يعني كلنا رايحين وزي ما احنا حزننا على فراق أحد من حبيبنا كمان في حد من الناس هيحزن علينا أو زي ما حزننا على ضياء تجارة أو خسارة مال أو كذا أو غير وربها سبحانه وتعالى زي ما انت حزنت على هذه المصائب في غيرك بيحزن برضو على نفس المصائب فيعني الفوائد اللي انت هتجنيها أو اللي احنا هنجنيها من وراء الصبر ده فوائد عظيمة فما نحرمش نفسنا منها يا جماعة فان شاء الله بإذن الله هيكون لنا لقاءات تانية مع مواعز تانية ودروس مستفادة من الحياة مرة تانية ده كان أول درس فيهم ان شاء الله يعجبتكم السلسلة دي من الفيديوهات ما تنسوش تشاركوني بقراكم وبالتعليقات انزلوا تحت اعملوا لايك واعملوا شير مع كل أصحابكم ووصوا أحبابكم وأصحابكم بالصبر عند الصدمة الأولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته